أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء المقر على أهمية التنسيق المشترك خليجيا وعربيا ودوليا في ظل عالم مليء بالتوترات والصراعات التي باتت تشكل تهدينا على الجميع وخطرا يطل برأسه على أمن الدول وتنميتها الاقتصادية منوها سموه بالمبادرات الخلاقة التي عززت الموقف العربي والإسلامي ومنها رعد الشمال والذي بادرت بإطلاقه المملكة العربية السعودية الشقيقة وأظهر موقفا عربيا وإسلاميا حازما وموحدا في التصدي للمخاطر المتمثلة في التدخلات في الشأن الداخلي العربي والإرهاب الذي أصبح يهدد أمن الأمة والعالم واستقرارهما جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بقصر الإقضبية صباح اليوم لعدد من رؤساء البعثات الدبلوماسية للدول الشقيقة والصديقة يتقدمهم سعادة الشيخ عزام مبارك الصباح سفير دولة الكويت الشقيقة لدى المملكة عميد السلك الدبلوماسي وخلال اللقاء أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بأن العالم اليوم يعيش توترات غير مسبوقة على الصعيد الأمني والاقتصادي وهذا يتطلب اليقظة والحذر في التعامل معها ويكون التعاون الإقليمي والدولي بصيغ جديدة تكفل حماية شعوب المنطقة من تأثيراتها وبما يضمن عدم تأثر المسار التنموي بهذه التطورات وأشار سموه إلى دعم مملكة البحرين لكافة الجهود الخيرة لدعم السلام والاستقرار في المنطقة وجعل حكوماتها تركز جهودها في مسار التنمية بما يحقق طموح وأمال وتطلعات الشعوب الخليجية والعربية اشتركوا في القناة